نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن عرضاً معلوماتياً صلة الضوء على المشروع القومي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وما يقدمه من محفزات للمواطنين وما حققه من نجاحات ملموسة كما أوضح التقرير أن جهود الدولة الاعتماد على الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار شملت إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات في يناير من العام الجاري كما أظهر التقرير أن خزانة الدولة تتحمل ملياري جني لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة لفتاً إلى أنه سيتم خصم 10% من قيمة السيارة الملاكي الجديدة بحد أقصى 22 ألف جني و20% من قيمة التاكسي الجديد بحد أقصى 45 ألف جني و25% من قيمة السيارة الميكروباس الجديدة بحد أقصى 65 ألف جني